افتكروا الكلام ده عشان خاطري للتاريخ كلام ده مهم وركزوا فيه كويس قوي 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 رسالة إلى من يهمه الأمر محمود الخطيب مرتضى منصور احتفظ بالألقاب كابتن محمود الخطيب مستشار مرتضى منصور كويس سيبنا من اللي فات بقى وسبنا من اللي مشي وسبنا من اللي جي وسبنا من الكويس سيبنا من الوحش سيبنا بالانتقاد وسبنا من كل حاجة حضراتكم وبتكلم بالأخص هنا لأن فينا حد يقول لك انت ما تيجوا هنا بتكلم برايم عثماني بقول برايم عثمان ما تيجوا تكلم سامير حابقيا سيدي حاضر احنا بنكلم هنا كابتن محمود الخطيب والمستشار مرتضى منصور ولهم الفترات الماضية نجاحات كتير واكيد فيه أزمات هنا وفيه أزمات هنا واتكلمنا عليها ووقفنا عندها سيستم التعقدات الفترة القادمة بما يخص الأهل والزمالج غير مناسب للفترة حلو كده دي رسالة من مواطن مصري رسالة من مواطن مصري رسالة للتاريخ ولوجه الله تعالى يعني ايه سيستم التعقدات داخل النادي الأهلي وداخل نادي الزمالج للفترة القادمة غير مناسب حيجي حد رئيس نادي هو يا عم سيف انت حضرتك يعني سحية الصبح جاي تعلمنا هو انت يعني حضرتك خلاص جيت بالتايهة انا لا بالله يعلم ولا جيت بالتايهة ولا جيت بايحة خالص انا حشرح لحضرتكم موجة نظري والكواليس اللي عندي وحضرتكم خدوها بما يفيد كل نادي يعني النادي الأهلي كده ارجو النبي هو بيسمع النادي الزمالج ماليش الاعلام بتاعه طالع راضد قصة الحكاية احنا انا قاصد خير عارفين قاصد خير او انا قاصد خير للناديين يا فنم المعلومة اللي انا قلتها بما يرضي الله مفيدة لحضرتك اشتغل عليها مش مفيدة لحضرتك ارميها واكن سبدا برح كان بيخرف سهلة هي سهلة هي ومجالس ادارات كلها محترمة وانكن لها كل احترام واصحاب انجازات كمان وفوضل سنة في كل مجلس وان شاء الله بإذن الله المجلسين يكونوا موجودين الفترة القادمة كل كويس خلصناه يعني ايه يعني ما يخص التعاقد في النادي الأهلي او الزمالك مش حيمشي الموضوع ده الفترة اللي جاية بالبلد كده ليه يا فندم احنا يا فندم الفترة اللي جاية دي سرعات الفترة اللي جاية مش بتاعة السيستم اللي حضراتكم شغالين بيه يعني حضرتك بتقول ايه اقولك حضرك بقولي الدولة المصرية خلنا اقول لنا اكلم الدولة المصرية وارجوكم ركزوا معايا وافهموني لان الكلام ده كبير الدولة المصرية في وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي ووجود مؤسساتها الفترة الماضية بقت بتجبر بشكل كبير جدا بتجبر اقتصاديا بتجبر تطورا بتستقبل بطولات فبالتالي الدوري بتاحها بيجبر الدوري بتاحها على انظار دلوقتي الوطن العربي وعلى انظار افريقيا بشكل كبير مصر بتجبر مصر ام الدنيا فواحد يقولي يا عم انا مال اقتصاديا بالكورة اقوله هي كلها دايرة وسرك الواحد ولازم تمشي حضرتك بنفس السرعات طيب ده حضرتك معنى ايه معنى ان المستثمرين الاجانب ابتدوا في جميع المجالات النهاردة ينقلوا من من بره لجوه ينقلوا من بره لجوه فرص الاقتصاد هنا فرص جيدة النهاردة السيد الرئيس ما بيقعد بيزيل كل الازمات والمشاكل لكل المستثمرين يكونوا موجودين دا حضرتك هيترجم في الرياضة بايه هيترجم في الرياضة ان احنا يا فندم لو عندنا نادي اسمه بيرامد كان بيملكه واحد اسمه المستشار التركي قال شيخ بقى نادي اسمه بيرامد بيملكه دلوقتي مالك اماراتي وفيه ممكن يكون ناديين في الطريق ناديين لمستثمرين اخرين في الطريق طب يا عم سيف دا حضرتك يعمل ايه يعني موضوع ايه يعمل يا فندم ان لغة الدولار غل لغة الجنين اللي حضرتك بتتكلم عليها فالمستثمرين دول حييجوا حيشتروا اندية في قسم التاني في قسم التاني او قسم الاول قانون الرياضة ممكن يتغير فحيعمل شكل استثمار مختلف فالارقام اللي هم حضرتك حييجوا بيها بالنسبة لك هتبقى كبيرة جدا جدا الارقام الارقام اللي هم جايين بيها هتبقى بالنسبة لحضرتك كبيرة وسرعتهم هتبقى علي عليك يعني حييجي النهاردة مستثمر يشتري نادي مثلا مثال مثال يعني زي افسي مصر او حيشتري من الطويلة النجوم انا بدي اي مثل على فكرة كويس في ظرف اربع شهور هتلاقي عنده فرقة قوية حيبني بمتين تلتميت مليون حياخد حيجيب الفرقة القوية دي منين بعد اذنك يا جماعة بس خلاص خلونا دلوقتي نطلق من حتة ارجوكم بقى عشان ما نحرقش منزين على الفاض احنا عايزين المصلحة من حتة خلاف في المسشار توركي ألشيخ مع الأهلي أو مع الزمالك أو كل صفقة دي وراها توركي ألشيخ لا دي وراها توركي ألشيخ ما عادش الصفقات وراها حد خلونا نفكر في السبب الرئيسي والأساسي عشان تعرفوا الحلول الفترة الجاية هتبقى عاملة ازاي احنا عادين دلوقتي بنتكلم مهما اشترى التاريخ التاريخ لصالح الأهلي التاريخ لصالح الزمالك الجماهرية لصالح الأهلي ده كلام محترم جدا بس ده كلام مش هيفضل موجود مش هيفضل موجود غير وحضرتك عندك فريق بالوضع اللي بيحصل ده مش هيفضل موجود طب يا عم سيف يعني عايز تقول ايه عايز اقولك النهاردة فيه بيرامدز بكرة ممكن يبقى فيه نادي واثنين وثلاثة بنفس السرعات بنفس الكفاءات بنفس الامكانيات هيعمله ايه هيعمله تطوير في الكرة المصرية يعني بيرامدز ما جيبني فريقه عمل ايه رفع السعر بس فاد الاهلي اشترم الزمالك بملايين واشترم الاهلي بملايين وعمل رواق بشكل كبير فالفرقتين فاقوا بشكل كبير وبعد كده تأثروا لان في فضل هو يشتري ممكن ما يكونش بيشتري منك او ممكن بياخد العيبة كويسة منك فانت النهاردة تتضرر وبنفس المبلغ مش قادر تجيب نفس الكواليتي من برا فده معناه ان حركة لازم تعمل ايه تغير شكل التعاقد باجي النهاردة جيب مدير فني زي مثلا فيلر زي كارتيرون طيب انا بجيب مدير فني انا كنت شغالي ازاي هجيبك سنة احنا مع بعضينا كده كسبت انت تبتضرب نالي كبير تحمد ربانك في الاهلي والزمالك بعد السنة نقعب مع بعض نشوف قصتنا ايه لا ده مش حيمشي خلاص انا حضرتك هجيب مدير فني حقرص سبيه بتاعه كويس هحط عليه الرزق لمدة موسم هحط له شرط جزائي نص مليون دولار مليون دولار عشان اعجزه وحمش بيه سنة خلاص حتة ان انا حكيب واحد بقى ومطشين تلاتة ومشي وارجع حكيب واحد تاني يبقى احنا مع بعضينا هنا كده ايه في المديرين الفنيين مصريين لكن حنلعب بره في الجيم ده في وجود السرعات دي مش حينفع خلاص الزمن ده خلص عشان ما ارجعش اقول دي مشكلة ادارة لو مشكلة مش عارف مين التعاقودات اللي جاية لازم هيكون فيها كده طيب عندي قطاع ناشئين النهاردة طلعني لاعب حاجة النهاردة مضي اللاعب مضي السلية مضي مش عارف مين طيب حمضيك بعشرة باثناشر مضي زي مضيين تحر كويس؟ شرط جزائي كام؟ عشرة مليون دولار خمسة مليون دولار هطلع النهاردة الناشئ النهاردة هطلع على حاجة مضيه خمس سنين خمسة مليون دولار وحب اعارف وحب اعارف ان انا لازم يكون عندي من قطاع الناشئين فرد كتير جدا طلع لان هيتباع هيتباع هحط خمسة مليون دولار هيتدفعه هحط عشرة مليون دولار هيتدفعه ما بقيتش القصة يا جماعة اخناقة انا عايز بس الناس تركز ما بقيتش القصة خلاف ما بقيتش قصة شخص وانا بتخني انت متخنيش مع حد انت عندك سلعة كويسة مقارنة بالاسعار برا مش غالية فبيتدفع فيك فلوس فلازم تحل لازم تدور فكرك ودماغك وتحل النهاردة بشكل مختلف لازم نتعلم من الدروس النهاردة ما تيتقول النهاردة مصطفى محمد ايه كشارت جزاكي خمسة مليون دولار ببلاش بالنسبة لأي نادي برا اي لاعب النهاردة برقم بكام بكذا ببلاش انت بتحولها مصري بتسمع السبعين ستين تمانين مليون جنيه مصري بتتخض اما بتحولهم دولار ولا حاجة اذا النهاردة بما يرضي الله احنا ومش تأثير من حد السيستم اتغير علينا عشان الادارات هي تفهمني مش تأثير ادارات ولا حاجة السيستم اتغير علينا السرعات علية السرعات زادت امشي مع سرعة الدولة امشي مع رئيس الدولة عفتاح السيسي اللي كل يوم بيخلص حاجة خلاص خلى المستسمر يببصلك من برا النهاردة ايه يعني حعمل نادي بكام في مصر بكام بكام دولار بكام بكام مليون دولار حعمل واخش ونافس اخش مصر سلعة قوية مصر اسم كبير فالنهاردة اوعى تفضل تشتغل عالتاريخ فقط لا غير اوعى تشتغل على كده اوعى تشتغل انا عندي الجمهور الجمهور ده محتاج فريق ومحتاج لعيبة ومحتاج تفكير مختلف ومحتاج أبقى عامل حسابي ان النهاردة حيبقى بعشر مليون مش نهاية العالم ولكن اكون محضر عشرة اكون محضر طاقم سكاوتنج النهاردة كل نادي لازم يجيب سكاوتنج مين ماشي عندي مين المهاجم جاي له حاجة ماشي التلاتة اللي بعديه فلان وفلان وفلان الصفقات مين بعمل كذا مش هستنى لسه كل حد يمشي واقولوا ان دي خبطة واعد ادور على عملها واشوف الاعلام اللي انتقضني واشوف مين ورا الصفقة واشوف مين دفع من برة واشوف مين مول من جوة وكل سنة وانتو طايبين ما عادش فيه كده ما عادش فيه كده في الاخر دي عقود لغة العقود كارتيرون المطار انا قلتلك انا بتديك كلامي مليش فيه انا مليش في الراجل ده والموقف اللي عمله موقف صعب ولكن ورقيا خلاص راجل عنده شرط الجزائي نادي دفع الشرط الجزائي سامو عليكم خلونا نتعامل باحتراف خلونا نتعلم من اللي فات ونشوف اللي جاي ونبطل نحط شمعات وندور على اسباب نصدرها بس للجمهور نصدر حاجة كده انا انا وبعدين وبعدين عندي لسه هيروح فلان وفلان وعندي هنا لسه هيروح فلان وفلان وعندي التعاقد مع فلان وانا هقعد اتكلم على الجماهير انا صاحب الجماهيرية انا خلصت كلامي افتكروا كلامي ده الموسم اللي جاي جمهور الاهلي وجمهور الزمالك افتكروا كلامي الموسم اللي جاي السيستم لو ما تغيرش للناديين والسرعة والطريقة والأسلوب افتكروا أن المنافسة شرسة في الشراء والبيع بضاعتك مش غالية فلازم تعادل السيستم فكرة مدربه شهره وشرط الجزائي شهره كله هيمشي خلي بالك خلي بالك رسالة دي لوجه الله تعالى بالتاريخ اللهم بلغت اللهم فاشهد